مبارح تابعنا مع بعض المباراة الزمالك والاتحاد وشفنا نزيف النقاط اللي بيستمر لفريق نادي الزمالك فيوتشر بيرفض هدية الانفراد بالمركز الثاني بعد تعادله مع بيرامدز والأهلي على موعد النهاردة لتأكيد الصدارة قدام المصري خلينا نتكلم في تفاصيل أكتر عن مباراة الأسبوع الثلاثة عشر مع أمير نبيل النقد الرياضي أهلاً وسهلاً وصباح الخير عليك صباح الخير أهلاً بيك أستاذ مننا وسهلاً مرحباً خمس مباريات مش أحسن حاجة تعادلات في هزائم للمرة الثالثة على التوالي يحصل الحصول المبارح ده يعني هو طبعاً بداية مش أفضل حاجة بالنسبة للنادي الزمالك في العام الجديد عام 2023 شفنا خسر من أسوان بتعادل مع الداخلية بتعادل مع الاتحاد السكندري نتائج ما يتمنهاش ويعني ما يتوقعهاش جمهوره في الوقت الحالي خاصة فريحة من اللقب بيسعى المنافسة على اللقب الدوري والاحتفاظ بالبطولة لموسم الثالث على التوالي ولكن الأمور بتسير من صعب لأصعب أو من سائل أسوأ في الفترة الأخيرة قد يكون هناك تحسن نسبة في الأداء في مباراة للتحاد السكندري لكن مش هو ده اللي يعني المفروض يكون عليه حال نادي الزمالك خاصة إن عنده عناصر جيدة ولكن يعني بشكل أو بآخر في عنده برضو مشاكل فنية بتأثر بشكل كبير جدا على أداء الفريق من مباراة الأخرى أيضا الحالة الفنية للمنافسين اللي يعني من سوق حظ الزمالك أنه واجه منافسين في حالة فنية جيدة سواء أسوأ اللي عمل مباراة كبيرة جدا وقدر يفوز أو كذلك الداخلية اللي استطاع أنه هو يخطف نقطة سامينة وكذلك الاتحاد السكندري رغم أنه ما كان له خطورة كبيرة على مرمى الزمالك طوال مباراة الأمس ولكن الزمالك برضو كالعادة ما بيقدمش أفضل مستوى خاصة في الشوت الأول بالاتحاد برضو مبارح ما كانش أحسن حاجة يعني يمكن الاتحاد ابتدى بثلاث مباراة كسب فيهم بعدين ثلاث هزائم فنقول ده أول تعادل للاتحاد والتاني تعادل للزمالك يعني النتيجة بتاعت مبارح يستحقها الفريقين لا يعني هي بواقع الأداء يمكن فرص الزمالك كانت أكتر من الاتحاد السكندري ولكن الاتحاد السكندري لعب بتأمين دفاعي هو عايز مش عايز يفتح خطوطه أمام نادي الزمالك ولكن عارف يقفل كويس جدا على مفاتيح لعب نادي الزمالك لذلك احنا بنقول طريقة اللعب اللي بيعتمد عليها مستر جزبالد وفريرا أصبحت محفوظة بشكل جدير للمنافسين اللي بيواجهوا نادي الزمالك أنت بتعرف تأفل إزاي على مفاتيح لعب نادي الزمالك وتقدر تحجب من خطورته طوالة 90 ديال حتى مع الثلاث تغييرات بتاعت مبارح حتى مع التغييرات يمكن هي التغييرات يعني للأسف مش كلها كانت مسمرة يعني مثلا تغيير محمد عبد الشاب في خروجه ويمكن برضو عامل اللياقة شوية إلى حد ما ولكن نزول سيد عبدالله الشهيد بنمار في مركز الزهيري الأيصر أعتقد بتحد من خطورته بشكل كبير جدا لأن تميزه بالكامل في مركز الكنح الأيمن ما كانش عنده بديل كان حينزل من ما كانش عنده بديل بس يعني في نفس الوقت أنت بتخسر لعيب مهم كان ممكن يصنع الفارق قوة وتميز نمار أو سيد عبدالله في الجبهة اليوم كان ممكن ينقل أحمد سيد زيزو في الجبهة اليسر زي ما بيعمل كتير يمكن ده حل هو معتاد عليه وبالتالي يفتح حتى المجال أصاد شيكبالا اللي هو نزل برضو على الجبهة اليوم أنه هو يبع عنده حلول أكتر يربط مع العيبة بنشوف ربط جيد ما بين شيكبالا أو سيد عبدالله إلى أجانب يوسف أسامة اللي نزل برضو كبديل يمكن سامسون أكن يولا ما حسناش بيدوره في مشاركته كبديل حتى سيفك الدين الجزيري لما بدأ أساسي برضو ممش أفضل مستوياته وبالتالي المشكلة الفنية اللي بتواجه فريرة أن فيه كتير جدا من العيبة منهكة بدنيا وأيضا فنيا مش في أفضل حالة فيمكن ده اللي بيفسر الحالة الغريبة اللي عليها نادي الزبالك واللي في كل مباراة بضايا 45 ديئة أولى دون أي ملامح فنية دون أي شكل أو خطور على مرمى المنافس ويبتدي يتحسن نسبيا في الشط التاني ويمكن ده اللي بيخليه مضغوط دايما بيدور على الفوز لأن دايما الفريد اللي بيدور على الفوز بشكل أكبر والمنطقي إنه هو اللي يبقى مطالب بالفوز بيبقى مضغوط يعني فيه تصرع من اللعيبة لذلك التحاد السكندري حتى لو نلاحظ في الدقائق الأخيرة ابتدأ يلعب بأداء ضغط شوية على العيب التازل الزمالك عشان ما يدهمش الفرصة يحطوه تحت ضغط فيه إنه يقدر يسجل هدف لأن الزمالك عملها في أكتر من مباراة منها البنك الأهلي اللي فاز بهدف فيه إداء 94 أعتقد إن يعني الاتحاد خرج باللي هو عايزه نقطة التعادل الأفضل من لاشيه لكن نادي الزمالك تستمر المعاناة وتستمر الأزمة الفنية ده مش هيخلي ملف التعقدات الشتوية يتفتح تاني في الزمالك برغم إنه هو مغلق أو إنه هو مغلق هو ده أكيد يعني خلينا أقول لحضرتك هو مش إغلاق إغلاق يعني هو باب التعقدات في نادي الزمالك يعني كان فيه اتجاه فعلا إنه هو يتم الاكتفاء بالصفقات ولكن خلاص يعني على أرض الواقع الصفقات للصيف نسبة كبيرة منها ما أثبتتش وجودها في شكل كبير البعض رحل زي زكريا الوردي لعب الوسط المغربي فسخ تعقده رحل البعض الآخر يتم البحث عن تسويقه أو إعارته زي سامسون اللي برضو ما أثبتش وجوده بعض اللعيبة كانت مؤثرة إلى حد كبير زي نبيل عباد دونجا اللي ابتدى يعني ياخد على الأجواء ويخش فيه أجواء نادي الزمالك ويقدم مستوى جيد عمر السيسي ولكن حاجة نادي الزمالك إلى مهاجم آخر وإلى مدافع أيضا لتعويض غياب محمد حند الوينشي اللي ما ننساش أنه غياب منذ بداية الموسم وعامل فراغ كبير وبالتالي مستر فريرة يعني كلامه واضح أنه عايز تدعيمات فيه فترة الانتقالات الشطوية وده حقيقي لأن يعني باين للجميع أن فعلا الزمالك محتاج تدعيمات تقدر أن هي تنقل الفرقة شوية لحالة فنية أفضل زيزو عشور لما بيكونوش يعني في نفس مستوى ما اللي احنا متعودين عليه هل الزمالك بفعلا بيبقى فريق متكتف مش عارف هي ألعب كويس؟ ده حاجة يعني حاجة مفروغ منها لسبب بسيط جدا لأن دايماً لما المنافس اللي قدامك مقفل كويس ويعني خلاص مش ستيب لك مساحات اللعبة اللي عندها حلول هي اللي بتفرق اللعبة اللي تقدر تخلص كرة من تزديدة أو من سروباز لمهاجم يخليه في موقف أمام المرمى أو من كور سابتة زي زيزو أو حتى إمام تزديدات الحرة كل دي حلول بتصنع الفارق في آخر كم مباراة لنادي الزمالك يعني يزيزو حتى وينصنع أهداف أو سجل من ركل الجزاء أو برضو يعني خلاص مش هو أفضل حالاته بدانياً مستهلك بالنسبة كبيرة لأنه برضو بيشارك تسعين ديئة في أغلب المباراة اللي بياخدها لنادي الزمالك نفس القصة بالنسبة لإمام عشور ففيه برضو ضيف على ده إن المنافسين خلاص عارف إن إمام عشور من عنده برضو بعض الحلول إنه هو سلاح التزديدات فبيقفل عليه بشكل كبير جداً ما عندوش زواية تمرير للعابته إلى جانب السلبية الكبيرة اللي بيعني منها لنادي الزمالك هي عدم التحرك بدون كورة يعني بنشوف اللعبة بتوقف تستنى بعضها تشوف هتعمل إيه ودي سلبية خطيرة جداً تخلي الفريق في حالة ركود هجومي ما عندوش أي حلول وبالتالي بيدي فرصة أكبر للمنافسين إنه هم يبقى عندهم تمركز دفاع جيد ما فيش أي خطورة على مرماية طالما إن المنافس ما بيقدرش يتحرك بين الخطوط أو يعمل تحركات اللي هي تخلق مساحات تواصل غياب مهدي سليمان وتواصل غياب محمود علاء بسبب الإصابة ده كان ممكن يأثر لو كانوا موجودين في أداء الالتحاد السكندري كان يديهم مساحة أكتر أنهم يتحركوا بالتأكيد يعني حتى المهدي سليمان أكيد برضو حرس مميز محمود علاء برضو من المدفعين وكان هتبقى مباراة خاصة بالنسبة له لو كان شارك يعني ضد نادي الزمالك بس أنت كنت شايف أن فيه قوة هجومية من الزمالك تستدعي لا يعني الحقيقة ما كانش فيه حاجات مؤثرة يعني لما منتكلم في أول هجمة منظمة عملها النادي الزمالك كان فيها خطورة كان في الديها 72 ودي ممكن مشكلة حقيقية يعني لما منتكلم عن طول الوقت ده كله تفضل بعيد عن محاور الخطورة أو تفضل بعيد عن مرمى المنافسة وما تهددش مرمى إلا يعني على استحياء فيه فترات طول الشوت الأول أو الثاني فأعتقد أن أنت عندك مشكلة فنية لازم تتعامل معها بشكل أفضل من كده وبالتالي ما كانش الاتحاد يعني عنده الرغبة الكبيرة أنه هو يجازف بعناصر هجومية أكتر حتى نزول أجاب مبلولو للمهاجم الأنجولي في الشوت التاني كان على أمل أنه يقدر يخطف منه للهجمات المورتد ويمكن تعامل أيضا بشكل جيد إذا كنا بنانوم فريرة شوية على بعض التبديلات غير الموفقة أو توظيف غير الموفق للاعبين فالناحية التانية زورامة نولو فيتش المدير الفني للاتحاد أجاد التعامل في حدود إمكانيات لعابة للاتحاد وفي حدود طموح أيضا الفريق السكندري الذي بالنسبة له التعادل أعتقد نقطة جيدة طب لو رحنا إلى تيوتشر والبيرامدز من وجهة نظرك إيه أسباب التعادل يعني طبعا سيناريو المباركة غريب ومسير شوية ركل الجزاء ثم ركل الجزاء بالنسبة لفيوتشر قدر يسجل كان قريب أنه هو يخرج من النتيجة اللي هو عايزها بيرامدز ممكن بعد فوس كبير ونشوة الانتصار على غزل المحلة مع المدرب الجديد جامي باتشيكو فيه دفع معناه هو يعاود تاني للمنافسة على مناطق الصدارة ما يكفيهوش إنه هو بمتواجد في المربع الزهابي لأن كان وصيف الدوري في الموسم اللي فات فبالتالي عنده طموح إنه هو يفضل في المنافسة الموسم ده فيوتشر أثبت نفسه وما زال بيثبت نفسه بشكل كبير جدا عنده مجموعة مميزة من العناصر في الفريق أعلم بشكل واضح إنه هو مش هستغنى عن أي من اللعيبة اللي محل تفاوض أو بتتردد أنباء إنهما ممكن ينتقلوا إلى أندية أخرى فبالتالي بيحافظ على القوامل الأساسي اللي عنده في سير المباران بارح كان ممكن فيوتشر يعزز بأكثر من هدف ولكن بيرامدز برضو عنده أسلحة هجومية كتيرة جدا إذا كان يعني مدربه اعتمل على الفخر الدين بنيوس في شوط الأول ما أجدتش بشكل كبير نزل فخري لكاي المهاجم الجنوب الأفريقي عمل حركة شوية في التلت الهجوم ولكن الهدف نقدر نقول إنه هو يعني يتحمل مسؤوليته بشكل أو بآخر محمود جرنش حارس المرما يمكن الكرة كان ممكن يتعمل بعمل بشكل أفضل من كده ولكن عموما كان فيه ضغط كبير من بيرامدز على أمل التعادل وحق ما أراده وأعتقد أن يعني نتيجة منطقية لحد كبير أكيد فكرة إن فيوتشر فرط في فرصة إنه يعزز المركز التاني ضيحة وأعتقد إنها مش من السهولة نتكرر فرص دي دي في الفترة القادمة يعني هو بالتأكيد أحنا عارفين إحنا أولا جدال إنه هو في المركز التاني وبفرق النقاط عن الزمالك أو يمكن نقطة واحدة لكن أنا أتكلم إن تعزيز بقى أو توسيع الفجوة كان ممكن يفرق كتير طبعا كانت هتفرق معا خاصة مع تعصر نادي الزمالك في مبارات الأمس كانت هتدي له دفع معنوية فريق بيشارك في الكنفدرالية السنة دي مع بيرامدز من المنسبة هم من الاتنين فأعتقد كانت هتدي له دفع معنوية إن هو يكمل ويبقى عنده طموح المنافسة مش بس على المركز التاني ويمكن على لقب الدوري هو فريق وليد حقق بطولة دوري في بطولة عفوا كأس ربطة الأندية في الموسم اللي فات قدم لعيبة بمستوات مميزة جدا عنده لعيبة ما أثبتتش نفسها مع أهلي أو زمالك بتعيد اكتشاف نفسها بشكل كبير جدا في لعيبة برضو أصبحت محطة أنظار للقطبين فبالتالي كانت فرصة بالنسبة له ولكن لا ننسى أن بيرامدز أيضا فريق منافس وفريق كبير فبالتالي التعادل معها ليست النتيجة السيئة بالنسبة لفوتشر وإن كان لسه الموسم طويل أعتقد أنه هيبقى فيه لعبة كراسي موسيقية كتير في المراكز المربع الزهبي في الأسابيع القادمة صحيح النهاردة ماتش مهم الناس بتنتظر ماتش الأهلي مع المصري الفورس عادي تتوقع نتيجة إزاي؟ السيناريوهات اللي في دمائك مجتب عاملة إزاي؟ يعني هو بالتأكيد طبعا جماهير النادي الأهلي بتتوجس كده لما بيبقى بتقترب مباراة للنادي المصري عندما يقوده حسام حسن لأنه هو مدير فني معروف بحماسه الشديد ورغباته في الانتصار دائما حتى لو في تأسيمه هو بيحب يكون المنتصر دائما حسام حسن ده الفكر اللي عنده وده اللي بيميزه وده اللي يعني بيطفيه على الفريق اللي بيضربه دائما أيا كان اسم الفريق حسام حسن مش غريب على النادي المصري صحيح دي ولاية تدريبية جديدة بالنسبة له مع الفريق البورس عادي ولكن عنده أمل أن النتائج تتحسن بشكل أفضل من كده وعنده أيضا مجموعة من العناصر المميزة زي إلياسي جلاصي زي كتير من النجوم اللي بيقدر يصنعوا الفريق مع النادي المصري النادي الأهلي يمكن في حالة الرضع عن النتائج في الفترة الأخيرة وإن كان في حالة تعفز شوية على الأداء مع المدير فني مارس الكولر شايفين أنه ممكن يبقى فيه أفضل من كده صحيح حقق الفوز على امبي حقق الفوز على بيراميدز بيصير بخطة سابتة في الجولات الأخيرة ولكن الجماهير برضو بتطمع شوية أن الأداء يبقى أفضل من كده يبقى فيه جمل تكتكية مركز رأس الحربة زي ما هو أزمة في النادي زمالك أيضا أزمة في النادي الأهلي الصفقات الجديدة هل هيكون لها دور؟ نتكلم هنا عن محمد الضاوي كريستو بالضبط المتاح، مروال، أعتقد ممكن يبقى متواجدين النهاردة يعني طبعا خصوصا بقى مع أزمة كهرباء صحيح يعني هو أزمة كهرباء طبعا يعني هي كانت مصار جدل في الفترة الأكيرة ولكن كمدير فني أكيد هو عنده حسابات يعني مش هيجيب برضو لها يعني كان برا الحسابات لفترة مش قليلة ولكن هو بيتتدرب مع الفريق بشكل منتظم ولكن بالتأكيد هو بيعتمد على عناصر سبتة فيه من المباراة الأخرى فكرة المدورة ما بين اللعيبة أحيانا بيبقى مجبر عليها لبعض الإصابات وأحيانا هو شايف أنه فيه ضخط تعنينا خمس إصابات موجودين النهاردة بفريق الأهلي صحيح يعني بالتأكيد بتأثر بشكل كبير جدا اللعيبة واحد من اللعيبة زي الكريم فؤاد اعتمد عليه بشكل كبير جدا في الأسابيع الأخيرة واستفاد منه أيضا من تألقه ولكن النهاردة هو بيقدر يوجد البديل فدي حاجة تحسب للمدير الفني عنده عناصر تقدر تعاوض الجابات دي بشكل أو بآخر صحيح في خط الوسط ما عندوش أي مشكلة فيها فأعتقد أن المباراة بشكل كبير هنشوف مباراة كرة حلوة ما بين الفريقين على أي حال منشكورك أستاذ أمير نبيل النقد الراضي حللت معنا أهم ملامح الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في نسخته لساسنائية زي ما بيقول شكرا جزيلا